جدل أثيرة في أسوان حول جدارية أو لوحة للفنان الأسوانية مها جميل وكلام يتردد عن لوحات أخرى مسروقة من فنان أمريكي الحقيقة يعني احنا تواصلنا مع كافة الأطراف وأيضا تواصلت مع مصدر مسؤول وقال أبدا بالعكس احنا بنطور كورنيش كله بالكامل كورنيش قديم وآخر جديد فبنعمل ونعيد رسوماته أحد الحوائض كان مرسوم عليه من 2017 أكثر من 300 وجه الحقيقة كما يقول المصدر المسؤول إنها خلاص يعني بقت متنهية وإحنا بنعمل جدارية جديدة هو ده كل ما في الأمر وإن احنا أختارنا الرسامة قبل ما نعمل ده بفترة ولكن دم نجد إجابة والفنانة الحية بموضوع تقدير وموضوع احترام من المصدر مسؤول ويعني هي الحية لها أيضا لوحات أخرى في أسوان تستحق كل تقدير وكل احترام في كلام عن فنانة أخرى أيضا عملت أحد اللوحات ونقلتها كاملة والحقيقة دي مسألة برضو باتت مسألة صعبة نقلتها المرة دي من فنان أمريكي ودي مسألة أيضا تستحق التحقيق حول هذه القضايا اشتركوا في القناة